اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهم في الرؤية وبتمثل اهم جزء في الرؤية حوالي تلتين قوة العين على تجميع الصورة وكلما تكون قرانية العين سليمة الصورة دي بتوصل بنقاء شديد جدا وبتنزل على نقطة في مركز الابصار فالشخص بيستطيع ان يشوف بصورة جيدة جدا في بعض الاحيان القرانية دي بتصاب ببعض المشاكل منها على سبيل المثال مرض اسمه الاستجماتيزم قرانية العين سبحان الله ربنا خلقها شفافة تماما والشفافية دي ليها دور كبير جدا في ان انت تشوف كل حاجة زي ما هي بدون تغير في اللون او قوة الاضاءة بتاعتها لو حصل تغير في سطح قرانية العين عندنا التغير ده ممكن يكون واحد من اتنين يا اما ان تحدب قرانية العين بدأ يتغير والتغير ده ممكن يكون بسيط جدا فبيحصل حاجة متعارف عليها اسمها انحراف سطح القرانية او اللي بيطلق عليه الاستجماتيزم ده بيؤدي الى ان الصورة بتتجمع في عدة نقاط في الشخص في بعض الاحيان بيكون مش قادر يشوف كويس فالاستجماتيزم لو كان منتظم بنقدر نعمله نظارة او عدس راسقة او عملية ليزك والاستجماتيزم الغير منتظم بيمسل مشكلة كبيرة جدا عندنا اسمها القرانية المخروطية تحدب القرانية لما بيبدأ يختلف ويزيد زيادة عن لزوم بيتحول من الشكل البسيط اللي يشبه مثلا كأنه غطى ساعة الى شكل مخروطي او قمعي فده بيخلي سطح القرانية جزء منه بيكون عامل زي المسلس فبينزلوا الضوء في نقاط متعددة وما بنقدرش نصلحه سواء بنقدارة او عدس لسقة في هذه الحالة بنحتاج تصوير اسمه تصوير القرانية عن طريق كاميرا اسمها البنتا كام او الزاي ويف او الأوربس كان دي بتحدد لنا تحضب القرانية ده وصل لانهي مرحلة لو كان زاد بشكل كبير جدا واثر على الرؤية بنحتاج علاج لهذه الحالة اللي بتسمى القرانية المخروطية في الأول ممكن نعمل ليزر سطحي مع تثبيت للقرانية في طريقة اسمها الأسنس بروتوكول لو ضعف النظر شد أكتر من اللازم واثر بشكل كبير وسمك القرانية بدأ يحصل في ضعف بنحتاج حاجة اسمها زرع الحلقات وده بيتم في حرف قرانية العين عن طريق الفيمتو ليزر فبتتحسن التحده بالشديد جوء جدا ويبدأ يرجع تاني للشكل الطبيعي وبعد فترة حوالي من 6 ل 8 أسابيع بنحتاج حاجة اسمها تثبيت القرانية فبنحسن جودة الرؤية يقام عن طريق الليزر السطحي في المراحل البدائية خالص يعني في المرحلة الأولى أو المرحلة التانية لو بدأنا نخش في المرحلة التالتة أو المرحلة الرابعة بنعمل زرع حلقات بالفيمتو ليزر ونعمل تثبيت قرانية ممكن الأمور تتطور ويحصل من القرانية المخروطية عتامة في سطح القرانية ففي هذه الحالة بنلجأ إلى حاجة اسمها زرع القرانية سواء جزئي أو كلي وده ممكن يتم عن طريق الفيمتو ليزر أو عن طريق التدخل الجراحي الحاجة التانية اللي ممكن تتأثر فيها القرانية هي سحابات سطح القرانية والسحابات دي ممكن تكون سطحية أو ممكن تكون عميقة بنعمل تصوير لسطح القرانية اسمه الاو سي تي بيعمل لنا مقطع في سطح القرانية بيجيب لنا عمق السحابة دي قد إبزة وعندنا طريقتين للعلاج لو كان السحابة دي سطحية ودي بتحصل نتيجة بعض أمراض قرانية العين السطحية سواء مثلا المريض عنده الرموش مقلوبة الجوافة بتكحت في سطح العين أو في بعض أنواع الحساسية المزمنة أو في إصابات العيون المتكررة الناس اللي بيشتغلوا مثلا حددينه بيحصل لهم ريش كتير في العين أو ممكن التهاب فيروسي في سطح قرانية العين ومتعليكش بشكل جيد فبيسيب سحابة ممكن تيجي قدام حضقة العين فاتأثر على قوة الرؤية وجودة الرؤية لو طلع الاو سي تي بتاع سطح القرانية مطلع عن السحابة الليلة ينفع نشيلها عن طريق عملية بسيطة خالص اسمها البي تي كي بنستخدم فيها الاكزايمر ليزر في عملية مشابهة جدا لعملية الليزر السطحي لو طلع الاو سي تي بيقول أن في عمق شديد في هذه السحابة ومش هنقدر نشيله بالليزر بنلجأ لحاجة اسمها البرتشل أو الكمبليت زرع قرانية الجزئي أو الكل وده ممكن يعمله عن طريق الفيمتو ليزر أو ممكن نشيله جراحيا وبترجع تاني السحابة تتحسن والرؤية تبقى أفضل ما تكون لكن كل الحاجات دي بتتم بناء على خطوات معينة بنفحص قاع العين ونتطمن إن الشبكية مفيهاش مشكلة وعدسة العين سليمة وبنحاول نعمل قياس للنظر لو أمكن إن احنا نصلح جزء من الرؤية مع إزالة السحابة بالليزر بنحصل على رؤية جيدة لو ما كانش بنشيل السحابة ونرجع بعد كده نستعين بندارة أو عدسة لسقة يبقى ببساطة شديدة يأما فيهن حراف في سطح القرانية اسمه الأستجماتيزم البسيط وده نعمله ندارة أو عدسة لسقة أو ليزك أو الأستجماتيزم الغير منتظم اللي يطلق عليه القرانية المخروطية بنعمل ليزر سطحي مع تسبيت قرانية أو زرع قرانية أو زرع حلقات في القرانية كل دي حدول لمشاكل قرانية العين أشوفكم بعض الفاصل رجعت لحضراتكم بعض الفاصل وهنتكلم دلوقتي عن حاجة مهمة جدا بنتسئل عليها باستمرار وهي عمليات المياه البيضاء بالموجات الصوتية والفمتوكاترك مع زرع العدسات أولا إيه هي المياه البيضاء لأن دي بتلغبط ناس كتير جدا إحنا تكلمنا عن قرانية العين وقلنا إن هي جزء مهم جدا في الرؤية وربنا سبحانه وتعالى خلقها لها شفافية مطلقة لأن هي لو كان بيعدي فيها دم ما كانش هيعقل إن حد يبقى شايف الشعيرات الدموية هي بتعدي قدامه فربنا سبحانه وتعالى خالق قرانية العين واختصها بقدرة عجيبة جدا إنها تقدر تاخد الأكسوجين بتاعها مباشرة من طبقة الدموع وعشان كده بنهتم جدا إن طبقة الدموع دي تبقى موجودة يعني علاج جفاف العين مش بس بيحافظ على إن الواحد ما يحسش بحرقان ده بيحسن الرؤية عن طريق إنه بيغز قرانية العين الجزء الثاني في الرؤية هو عدسة العين وعدسة العين ربنا سبحانه وتعالى خلقها شبه حبة الترمس ليها غلاف وليها نواة في بعض الأحيان بيحصل إن الشفافية بتاعت عدسة العين دي تبدأ تتأثر فتعمل عتامة في عدسة العين وده اللي بيطلق عليه الكتركت أو المياه البيضاء يعني المياه البيضاء مش زي ما الناس فهمها دي حاجة بتبان في العين من بره لأ دي سحابة القرانية هي اللي ممكن تعمل نقطة بيضاء على العين من بره لكن حضقة العين داخلها العدسة لو بدأ يظهر وراها عتامة لونها رماضي أو أبيض هذا ما يطلق عليه المياه البيضاء بعد الناس بتطلقبط معتبراً المياه البيضاء يعني شخص عينه بتدمنع أو عنده مياه كتير فييجي يقول ببساطته الشديدة يا دكتور أنا عيني فيها مياه المياه كتير خالص أنا خايف يكون عندي مياه بيضاء يبقى احنا وضحنا إن المياه البيضاء هي إصابة عدسة العين التي في الأصل شفافة بعتامة تسمى الكتيركت أو المياه البيضاء طب إيه أعراضها؟ بيجي الشخص يبدأ يشعر بضعف تدريجي في الرؤية المياه البيضاء من ستر اللي إن هي ما بيجيش بفقد رؤية مباشرة مرة واحد بتحصل تدريجياً فالشخص اللي عنده قوة ملاحظة أو اللي بيقوم بفحص العين بصورة دورية أو متكررة بيتم فحص قاع العين فويحنا بنفحص بنلاقي بدأت تحصل عتامة كان زمان بيقولوا للمريض لا استنى لما المياه تستوي عشان نبدأ نعمل لك العملية ده كان بيحصل ليه؟ لإن إحنا كنا زمان بتتم العملية عن طريق إزالة المياه البيضاء وما كانش بيتزرع عدسة فكان الشخص نظره بيضعف في شكل كبير جداً وبيلبس نظارة سميكة جداً دلوقت اتطورت الأمور بدرجة إن إحنا بنعمل عملية المياه البيضاء بالموجات الصوتية من خلال فتحة تقريباً واحد وتمانية من عشرة ميلي قد سن الألم ده بدون جراحة خالص وبنحقن العدسة اللينة اللي بتتزرع جوه العين فبترجع تتفيرد جوه تقريباً من غير أي تغير في سطح القرانية فبنحصل على رؤية جيدة جداً وبنقدر نصلح النظر من خلال زرع العدسة زرع العدسة بيفيدنا في حالتي في حالات المياه البيضاء لإن إحنا بنشيل عدسة العين الطبيعية ونزرع مكانها عدسة تانية تساوي في القوة أن الشخص يشوف من غير الاستعانة بأي نظارة فكأننا عملنا له عملية تصحيح إبصار الناس كمان اللي عندهم قصر نظر شديد جداً وما بينفعلهمش عملية الليزك نقدر نعمل لهم زرع العدسات وزرع العدسات بيتوقف على سن المريض يعني لو جالنا المريض بدري في العشرينات بنزرع له عدسة فوق عدسة العين لكن لو جيه بعد سن الخمسة وتلاتين بنشيل عدسة العين ونزرع له عدسة مكانها في عملية مشابهة لعملية المياة البيت في غالبية الناس العملية بتجرى ببنج سطحي أو بنج موضعي من غير أي تغدير كل تقريباً ما بنحتاجهوش زي ما قلنا بتتعمل بالموجات الصوتية أو الفيمتو كاترك اللي هو الفيمتو ليزر بدون أي تدخل جراحي بنزرع عدسة ترجع الرؤية كويسة جداً معظم الناس بعد 24 ساعة تقريباً بتكون رجعت لهم الرؤية بشكل جيد جداً ويقدروا بعد يوم أو يومين راحة في البيت يرجعوا لحياتهم الطبيعية في الغالب عملية المياة البيضة بتجرى كل عين على حدة يعني بنعمل العين الأولانية لو كانت مصابة ولو التانية فيها بنستنى بعد مثلاً عدة أيام لما نتطمن على العين الأولانية ونزرع العدسة في العين التانية ويرجع الشخص لطبيعته خالص بعض الأسئلة هل يا دكتور أنا لو عندي سكر ينفع أعمل عملية المياة البيضة أو زرع العدسة؟ أيوة لأن الناس اللي عندهم سكر بيبقوا أصلاً أكثر عرضة لحدوث المياه البيضاء بدر شوية لكن في بعض الأحيان بنتطمن على شبكية العين لو فيه مشكلة خاصة بارتشاح الشبكية أو نزيف الشبكية نقدر كمان أثناء عملية المياة البيضة بعد زرع العدسة نحن نحقن الشبكية بمادة اسمها الأنتي فيجف ودي بتأدي إلى أن يحصل توقف للنزيف والارتشاح فكأن إحنا علجنا مشاكل السكر وحسننا النظر وعالجنا المياة البيضة أشوفكم بعد الفاصل رجعت لحضراتكم بعد الفاصل وهنتكلم النهاردة عن مشاكل السكر وتأثيرها على شبكية العين فيما يعرف بارتشاح الشبكية السكالي مرض السكر نوعين النوع الأول وده اللي بيصيب صغار السن وكان بيطلق عليه النوع الطفولي لكن هو دلوقتي بيطلق عليه النوع الأول لأنه بيحصل خلل فيه إفراز الإنسولين فبيتوقف أو بيقل بصورة كبيرة جداً فبيحتاج الشخص حتى في السن المبكر جداً لاستخدام حقن الإنسولين كعلاج لمرض السكر والنوع التاني اللي هو ما بيعتمدش فيه الشخص على الإنسولين في المراحل الأولانية بيفرز الإنسولين بشكل أو بآخر لكن استجابته للأنسجة ما بيكونش كويسة فبالتالي بيحتاج الشخص ده ضبط مستوى السكر عن طريق الأقراص في المراحل الأولى لكن بعد سنوات بنبدأ نستخدم له إنسولين في كلا الأحوال بعد مرور خمس سنوات عن طريق إصابة الشخص ده بالسكر بيبدأ يحصل مضاعفاته خصوصاً لو كان مستوى السكر في الدم مرتفعة السكر لما بيبدأ يأثر بيأثر على الشعيرات الدموية الصغيرة جداً في مركز الإبصار في الشبكية فبيبدأ يعمل حاجة اسمها ارتشاح في مركز الإبصار اللي ارتشاح عشان الناس تبقى فاهمة هنفطرد إن حيك عندك مصورة مية ماشية في الحيط وبدأ يحصل في المصورة دي أخرام صغيرة جداً بتبدأ المية تخرج فبتعمل تفتت في الحيطة اللي هي ماشية فيها فبتبدأ تنتفخ أو يحصل فيها حاجة اسمها ارتشاح يعني كأنك جبت سفنجة وحطيت جواها مية فتبدأ السفنجة دي تبعد طبقتها عن بعض شبكية العين ربنا خليقها سبحان الله طبقتها حوالي عشرة وفي مركز الإبصار بتبقى صغيرة جداً عشان ينزل الضوء فيوصل للمخ بسرعة كبيرة قوي لما بيبدأ يحصل الارتشاح الارتشاح ده بيمر بمراحل عشان كده في المراحل الأولانية يعني احنا بنطلب من مريض السكر بعد يعرف ان هو أصيب بالسكر ونبدأ يعمل حاجة اسمها فحص دوري على قاع العين أو كشف قاع العين وده بيتم مرة كل 6 شهور وده مدة كبيرة جداً لو كان السكر مش مأثر بفضل الله ممكن يقعد الشخص ده طول عمره بدون أصابة لكن لو حصل في المراحل الأولانية بيكون التأثير بسيط جداً فنقدر نلحقه عن طريق زبط ومستوى السكر وأخذ بعض الأدواء لكن لو بدأ الارتشاح ده يزيد في المراحل التانية بنبدأ نعمل حاجة اسمها الأو سي تي وده أشعة مقطعية على مركز الإبصار بتقول لنا الارتشاح قد إيه وهل هو كبير لدرجة انه أثر على الشبكية هل في خطورة فنبدأ نعمل حاجة اسمها حقن الشبكية أو الجسم الزجاجي عن طريق بعض المواد اللي بتوقف الأخرام دي أو بتسدها فيبدأ الجسم يمتص الارتشاح اللي حصل ويتوقف النزيف وده حاجة من ضمن الحاجات اللي عملت طفرة كبيرة جداً في علاج مشاكل الشبكية المرتبطة بمرض السكر مرض السكر هو رقم واحد في العالم على من أسباب ضعف الإبصار بل وفقدها كمان يعني لو وصل الارتشاح لمراحل متطورة بيبدأ يحصل زي أنسجة أو غشاء على شبكية العين بيشد الشبكية وممكن يحصل انفصال شبكي دي مراحل متقدمة جداً لو بإذن الله الشخص عارف إنه عنده سكر وبدأ يعالجه بانتظام وياخد الأدوية زي ما الدكتور مظبطه له ويقلل الإنفعالات ويحسن الرياضة اللي بيعملها يخلي نشاطه اليومي دائم يحاول على قد ما يقدر يلتزم بالوجبات بصورة منظمة وبيق سعارات حرارية ما تكونش مفرط فيها أنا عارف إنه معظم الناس ما بتقدرش تسيطر على الموضوع دو لكن لو قدرنا العلاج مع الأدوية مع الانفعالات مع الرياضة مع فحص دوري للعين كل ست شهور بنتجنب أصلاً حدوث المشاكل لكن لو حصلت بنبدأ نصور الشبكية لو طلع في ارتشاح بنحتاج في المراحل الأولانية بعض العلاج البسيط في المراحل المتقدمة حقن لو لقدر الله حصل انفصال شبكي أو مشاكل كبيرة بنعمل حاجة اسمها عملية استقصال الجسم الزجاجي وحقن السيليكون وليزر داخلي ودي عملية بتكون نتيجها مش حلوة قوي فنتمنى ان احنا أصلاً ما نوصلش لاحتياجنا لهذه العملية في بعض الأحيان بنحتاج نعمل جلسات ليزر مرة أو مرتين للمريض كنوع من تثبيت الشبكية عشان ما يحصلش تاني بعض المشاكل المرتبطة بالسكر السكر لو كان معاه كمان ضغط دم مرتفع أو أمراض في الكيلية السيدات اللي بيحصل عندهم حمل الأشخاص المضخنين الناس اللي عندهم ارتفاع في نسبة الكلسترول أو الدهون المصابين بجلطات سابقة كل دول معرضين لحدوث مشاكل أكبر بكتير ممكن يجلنا المريض فجأة يقول أنا يا دكتور بدأتي مش شايف كويس كل حاجة شايفة تنين بيحصل ضعف في عصب من الأعصاب المغزية للعين عن طريق الشعيرات الدموية في المخ وبنلجأ لدكتور المخ وعصاب ونعمل أشاعة رانين ماناطيسي ونبدأ نستحمل 3-4 شهور على بالمالعين ممكن ترجع ممكن الأمور تبقى أصعب ويحصل جلطة في أحد الشرايين أو الأوردة المؤدية لمركز الإبصار يحصل معاها ضعف شديد جدا في الرؤية للأسف في الغالب ما بنعرفش نرجعه تاني زي مكان كل دي بعض المعلومات البسيطة أتمنى تفيدكم واشوفكم بعض الفاصل الليزك في سؤال وجواء أكتر حاجة بيتسئل عليها دكتور العيون يا دكتور كشف النظر ده ينفعله ليزك طيب إحنا عاوزين نقول إن الليزك يا جماعة عشان نقدر نحدد إذا كان ينفعل الشخص ده ولا لا هناك عدة نقاط يجب بناقشتها أول وأهم حاجة هو أن الشخص ده يكون سنه عدة 18 سنة مع سبات ضعف الإبصار يعني إيه؟ يعني معظم الأشخاص بيحصل لهم سبات في ضعف النظر بداية من سن 18 لكنه مش قرآن يعني مش لازم عند السن ده بالظبط بنعمل قياس للنظر وانقرنه بالقياس السابق لو كان في نفس الحدود يبقى إحنا حصلنا على سبات ضعف النظر لكن في بعض الأحيان بيتأخر سبات ضعف النظر لبداية العشرينيات وده خصوصا في أرقام ضعف الإبصار الشديد طيب إيه تاني غير سبات ضعف النظر؟ يبقى إحنا قلنا السن فوق 18 سنة ونظر يكون سابت تاني حاجة بنعمل فحص بسيط خالص في العيادة بنطمن على قاع العين بداية من العصب البصري والشبكية الجسم الزجاجي عدسة العين الغرفة الأمامية قرانية العين كل دول لازم يكونوا سلامة ما فهمش أي أمراض لأن الليزك هو عبارة عن وسيلة للتخلص من النظارة أو العدسة اللسقة للناس اللي ظروف حياتهم مش مناسبة لاستخدمها لكنها لا تستخدم في علاج كل أنواع ضعف الإبصار يعني فيه أمراض أخرى تكلمنا عليها كتير جدا زي المياه البيضة وارتفاع ضغط العين اللي هو اسمه الجلوكومة مشاكل القرانية مشاكل الجسم الزجاجي الليزك غير مناسب به يبقى الليزك بيستخدم في علاج ضعف الإبصار المرتبط بقصر النظر وطول النظر والأستجماتيزم وحسر البصر اللي بيحصل بعد سن الأربعين بشرط إن السن يكون عدة سن الثمنتاشر مع سبات ضعف الإبصار كل العين بتتفحص وتطلع سليمة في حدود معينة لضعف الإبصار عاوز بس الناس تبدأ تحفظ اللي عنده قصر نظر هو عارف إن كشف النظر بتاعه بيطلع بالسالب يبقى ده آخر حدوده من مينس اتناشر لمينس اتناشر لو كانت فحصات القرانية تسمع اللي عنده طول نظر يعني بيطلع بالبلس أو الزائد لحد زائد أو زائد ستة أو زائد سبعة لو الفحصات تسمع اللي عنده أستجماتيزم والأستجماتيزم السؤال اللي بنتسئل عليه كتير جدا هو انحراف سطح القرانية وأستجماتيزم يعني لا نقطية أو لا بؤرية برضو بيتعالج بالليزر لحد زائد أو ناقص ست درجات لكن بشرط مهم جدا ان احنا نعمل فحصات اسمها فحصات تصوير القرانية ودي بتتم بكاميرا اسمها الكاميرا الخماسية أو الأورب سكان وعندنا حاجة حديثة جدا دلوقت اسمها الزاي ويف بتطلع لنا السطح الأمامي والسطح الخلفي وتحدب القرانية وسمك القرانية وبتطلع لنا كمان حاجة اسمها الهاي أوردر أو الإنحرافات الدقيقة جدا فيه سطح قرانية العين اللي بيعرف بتشوهات سطح القرانية لو جمعنا كل البيانات دي وطلعت كلها مناسبة نقدر نتناقش مع المريض في اختيار نوع ليزك ودي تاني نقطة عاوز اقول عليها يبقى اول حاجة ماينفعش واحد يقول لي كشف النظر بتاعي ده ينفع له ليزك ولا لا لازم عن طريق الخطوات السابقة وماينفعش يقول لي طب هو انهي نوع ليزك انفعلي لازم نعمل تصوير القرنية وبناء على تصوير القرنية وسن المريض وطريقة حياته بنقدر نقرر يعني ايه الكلام ده يعني احنا في بعض الانواع ما تنفعش الناس معينة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة